السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء في هذا الفيديو أحببت أن أوضح فائدة التمر العظيمة بالنسبة للكنار والحسون وبأنه من أفضل الفواكه التي يمكن تقديمها لطيورنا الحبيبة فأنا شخصيا أقدمه لطيوري وأجدها والحمد لله في غاية الصحة والعافية والسعادة ولا يخلق فاسك ناري عندي من وجود التمر وأحببت أن أبين ذلك لإخواني وأخواتي الكرام ومدى فائدة التمر وقيمتها الغذائية كالتالي من الفوائد التمر للطيور أنه يقوي الصوت والحنجرة يتبت الكالسيوم يقوي العظام يعطي الريش قوة ومتانع منصط جنسي مقوي لمبايد الأنت ينظف الكبد والكلي يقوي السمع والنظر يزيد الكيلس في الأضافر حيث يحتوي التمر على أربعة مواد مهمة جدا من بينها أولا المواد السكرية يحتوي التمر على ما بين 70 و 78% من تركيبة المواد السكرية لذلك فهو أغنى الفواكه بالسكريات الطبيعية وتمتاز السكاكة الموجودة في التمر أنها سريعة الامتصاص ثانيا المواد البروتينية يتفوق التمر على جميع الفواكه بالنسبة لبروتين التي يحتويها حيث يحتوي على جوج فلمية من وزنه بروتينات وعلى ما بين جوج و 3% من وزنه مواد دهنية ثالثا العناصر المعدنية يسمى التمر بالمنجم لكثرة العناصر المعدنية التي يحتويها فمئة جرام من التمر تحتوي على ما بين 40 و 72 ميلي جرام من الفوسفور وما بين 65 و 71 ميلي جرام من الكالسيوم و 65 ميلي جرام من مغنيزيوم وما بين 42 ميلي جرام من الحديد و 0.9 ميلي جرام من السوديوم و 490 ميلي جرام من البوتاسيوم و 65 ميلي جرام من الكبرية و 283 ميلي جرام من الكلورين و 3 ميلي جرام من الكلور رابعا الفيتامينات يحتوي التمر على فيتامين A و B D و B A و B D وبعد معرفتي مدى فوائد التمر الكبيرة أتمنى من إخواني ألا يبخلوا على طيورهم العزيزة بالتمر ولا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا من الصمرة في نشر المزيد إن شاء الله تقبلوا تحياتي أخوكم في الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة